كان عند أم سلمة نوع من العسل الطيب وكانت تطعم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه وأم سلمة كانت ذات مال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عادة في كل يوم يطيف على نسائه يمر عليهن ويتفقدهن ويطمئن على أحوالهن ثم إذا جاء الليل يبيت عند صاحبة الليلة لكنه كان إذا دخل عند أم سلمة أطال المقام فشغل ذلك عائشة وحفصة وغيرهما من نساء النبي لماذا إذا دخل بيت أم سلمة أطال وبعد بحث وتحقيق وتدقيق عرفنا أن الذي يبقي رسول الله عندها وذلك العسل فاتفقت عائشة وحفصة على خطة على أرجح روايتي عني وإلا فإن بعض الروايات أن حفصة كانت هي صاحبة العسل وعائشة كانت هي صاحبة ادعاء المغافير لكن الأصح أن صاحبة العسل كانت أم سلمة أو زينب بنت جحش وإن الذألتان ادعاية حكاية المغافير هما عائشة وحفصة رضي الله عن الجميع ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عند حفصة فقالت يا رسول الله أكلت مغافير والمغافير نبات له رائحة كريهة يشبت شبه رائحة السوم الذي نستعمله الآن قال ما أكلت مغافير بل شربت عسلا عند فلانا قالت يا رسول الله إني لأجد من كريح المغافير ثم بعد ذلك ذهب إلى عائشة فقالت المقولة ذاتها فعزم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب من هذا العسل مرة أخرى فنزل قول الله عز وجل إن تتوب إلى الله فقد صغت أي مالت وانحرفت قلوبكما إن تتوب إلى الله من هذا الادعاء غير الصحيح وإن تظاهر عليه وإن تستمر في مثل هذه الحيل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فقالتا تبنا إلى الله وأنا ابنا واعتزرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل النبي منهما هذه المعزرة اشتركوا في القناة